اكتشفت ان الفنان الراحل علي داخل هو موالدك وهي حقيقة صح وفات الفنان علي داخل اول ما سمعت بوفاته اقسم بالله ما فكرت بالناس وما فكرت بأي شخص بقدمه فكرت بمصطفى شونت لقيت الخبر وش قدت شان اثرا نفسي عليك هو يعني اكذب عليك اذا اقول لك مصدمة لانو المرحومي الاستاذ علي داخل واحد من المدارس المهمة اللي تعلمت منها مو بس انا كل الشباب اللي كانوا يا بالمسرح علي داخل كان يتواصل ويا الكل ويا الزغير ويا الشبير سواء بعمرة او مو بعمرة بس هو يتواصل ويا الكل قصرت ويا محضرت مجلس العزاء مالته شنو السبب السبب اللي منعك من حضور الوفاق لماذا اصح تشك بعض الموضوع السبب تعرف انت بيوم وفات علي داخل توفى عمي اخو ابوي بنفس اليوم بنفس اليوم فشايف هذا اللي يصير بين حانة ومانة يعني انا بطريقي بالنجف اتصلت بخالد خالد صديقني اللي يصير عم علي داخل فقلت له ها خالد قال لاني هم رايح بالطريق النجف قلت له خالد انا همين عمي توفى قال لي خلص نلتقي بالنجف محمد باع الموقف اللي صار بده ندفن بعمي الله يرحمه فاتت جنازة علي داخل مصيبتي انا بقى انا واحد اي فما ادري يعني بعد لا اقدر اتحرك واطلع عوف عمي على موضة اروح العلي داخل فصرت هذا اللي بين حانة ومانة بعدها ورا ما خلصت الدفنة مع العمي قمت انتصل على خالد ومرد على ايه ورجعت للبيت كانت كسرة بالنسبة لك طبعا قلت لك علي داخل استاذ ومعلم ويحب الكل وما عنده اذية على احد واني قصرت لانه ما حضرت مجلس عزايا بس عذري موجود والناس المقربين يدروه انه انا عم يتوفى بنفسي اليوم مهم الله يرحمه والله يصبر عائلته هذا الانتقاد اللي سمعته او العتب من من المقربين الى او من المحيطين ليش فصطفاء بغرت لهم وشيت لهم انا مو كنت منزل استوريات مال النجف ومال الدفنة فا اصدقاء اللي اللي قريبين علينا يعني شافوا شافوا انه انا ايضا عندي فاتحة وعندي ميت فعذروا اللي ما شاف حقه يقول لك مصطفاء داخل كان 24 ساعة ويا دائما بالمسرح انت تدرع علي داخل عنده فضل ما انساه يعني ابد فترة من الفترات المسرح واني ببدايتي ما عندي سيارة فهذا الرجل بشيبته بتاريخ بعطائه ينتظرني بالفلكة مال بيتنى على مدجي ويجيبني للمسرح ذنني ما تنساهن ذنني يخلدن فالف رحمة على روحك علي داخل والله يصبره لك وجمهورك ومحبيك وخسارة شبيرة لوسط الفن العراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة